بتكلفة بلاغت 45 مليون جنيه سترليني بدأت الحكومة البريطانية تطبيق خطة تحسين الإضاءة وكاميرات المراقبة في الشوارع لمساعدة النساء في ويلز وإنجلترا على الشعور بالأمان خلال تنقلاتهن المسائية بشكل خاص الإجراء الحكومي جاء استجابة للمخاوف التي أعقبت مقتل الشاب البريطانية سارة إفرارد على يد شرطية التذبير الحكومية إيجابية جدا وفي الاتجاه الصحيح وتجعل التنقل لأي مكان آمن ولكن في الحقيقة نشعر أن هذه الإجراءات غير كافية فلدينا مشكلة ثقافية أكبر يجب التعاطي معها كأولوية وهي أن الجرائم ضد المرأة والجرائم الجنسية لا يتم ملاحقة مرتكبيها بشكل كاف من قبل النيابة العامة الحكومة البريطانية وعدت أيضا بإرسال رجال شرطة سريين إلى النواد الليلية والحنات لنقل المعلومات الاستخباراتية حول المجرمين أو المشتبه بهم وإرسالها للشرطة بهدف مكافحة الجريمة ومنع عمليات القتل قبل حدوثها أعتقد أن الإجراءات الحكومية من تحسين الإضاءة وتركيب كاميرات إضافية في الشوارع تجعلني أشعر بأمان أكثر في الليل وتحمين من المشاكل التي قد يقوم بها الناس الخطيرون بمعرفة أنهم مراقبون بشكل مستمر حزب العمال المعارض اعتبر القرارات الحكومية الأخيرة ليست كافية داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن قضايا مثل التحرش بالنساء والقتل المنزلي مطالبا بدعم أكبر لضحايا الاغتصاب جريمة قتل سارة إفرارد على يد شرطي انفجرت حالة من الغضب لدى البريطانيين وأصابت المجتمع بالصدمة ليطالب بالمزيد من إجراءات الحماية تبدأ بوقف العنصرية والكراهية بحق النساء داخل الحكومة والشرطة وفق تصريحات المنظمات المعنية بالمرأة عمر بشير الغد لندن اشتركوا في القناة